تقدير الشخص اللي نضرب الجزاء فأولاد صحيح علينا ما بيدهلناش فأولاد غلط بيدهلهم حاجات عجيبة جدا من الحاكم النهاردة التحكيم كان يجامل قطر مجاملة فضيحة يعني أسوأ حاجة في أزيل بطولة التحكيم الأسوأ هو التحكيم في أزيل بطولة ده مبارح مدي مطش قطر والجزائر أول مبارح 19 دقيقة وقت بدل ضايع لم تحدث من قبل يعني بنشوف كورة منتبع كورة من الدوريات والبطولات كوب أمريكا لأوروبا لأفريقيا لأسيا عمرك ما تشوف أبدا حكم إدى 19 دقيقة إلا في أزيل بطولة عشان قطر تفوز ولكن الجزائر فازت في آخر ثانية وهو أنت ممكن تزود وتعمل عشان إيه يا إدي بقى أزود زود قطرين جموجون مخلص زي النهاردة الجون اللي جابوه ضربة الجزاء المفروض كان يرجع للفار لكن مرجعش هو عايز كاتر تاخد توقف على المنصة مش مهم مصر لو رجع للفار كان هيرجع الكورة تعاد مرة أخرى لأنه حارس المرمى اللي ضعها شرير حارس المرمى تحرك فأنت النهاردة كحكم تاني بقول لقى عدالة في هذه البطولة العدالة ضاعت تحكيم صعب وإنفنتينو موجود بس هيعمل إيه هو ينزل إحكم قاعد بيتفرج وحاطت وش في وش الدنيا كلها رجل على الرجل ووشه كده في وش الناس اللي قعد جنبه على يمينه على الشمال ولا هم حد هو رئيس العالم في كرة القدم العالم كله رئيسه إنفنتينو فجاي النهاردة تقول لي بطول أهل شكرا بالبطولة والبطولة ويتعاملك ولكن في فساد في التحكيم يعني الكلام اللي بقوله فساد في التحكيم إذا أنت كرة الأولانية الكرة اللي صدها الشناوي قال لك الشناوي اتحرك زيها بالظبط حارس مرمى قطر اتحرك زي الشناوي بالظبط ولكن مصر أعيد وربنا كرمنا عدالة السماء تخرجها والكرة وقولني يا رب يكرمنا شايفين فنتينو عامل ايه شايفين حضراتكو ما عرفش مين على شمال ومين على مين وما عرفش مش مهم اللقطة دي طبعا الترويزيون لما خادها راح ايه قطع عليه وسابل يمين والشمال مش عايز يوريك مين قاعد جنب وعمل جاء عامل ده في وش الكل فهل في عدالة فيش عدالة يا جماعة فيش عدالة مش عدالة التحكيم احنا نستحق نستحق على الاقل بمركز الثالث بهذا الاداء بس كنا نستحق النهاردة ولكن للأسف الشديد يعني ضيعنا ضيعنا مفردات محمد شريف ده ضيع جن لا يمكن يضيع ده لو احساسات تبتدائي هيجيب الجن ونخلص مصطفى فتح في آخر ثانية مصطفى قطع من ناح اليمين بتاعتنا وعدة لو مصطفى شاط في الزاوية البعيدة هيجيبها جن لو رجحها الورا هتيجي جن ونخلص ولكن فيه أنانية فيه أنانية شديدة جدا ما عجبنيش منتخبني ممكن غير اثنين ثلاثة بصراحة من بداية الدوق لحد النهاردة